سالي لزليف اهلا وسهلا بيكو شباب وبنات الصف الاول السنوي اهلا بيكو على قناتي برافيسير اونلاين الفيديو ده حل معاكم تحان 23 و 24 من كتاب المعاصر لعام 2024 الترمي التاني شوف مع بعض اول حاجة الوصيحكم Voici l'embleu de ton de Mathilde pour le mercredi ها هو جدوى الموعيد Mathilde اليوم الاربع عندها من الساعة 8 ل58 دقية عندها انجليه لغة انجليزية عندها من 8 ل55 ل9 ل45 عندها مت غياضيات عندها من 59 دقية ل10 ل40 عندها برانسي لغة فرنسي عندها من 10 ل40 دقية ل11 ريكرياسيو فسحة عندها من 11 ل11 ل45 فيزيك فازيا عندها 11 ل50 للساعة 12 و 35 عندها 10 رسم شوف كده الاسئلة مع بعض Le decimaux présente un embleu de ton pour يعني الوصيقة بتقدم جدوى الموعيد pour يعني الأجل un jour يعني يوم واحد اللي هو يوم الأربع هنا 2 جور يومين 3 جور 3 أيام 4 جور 4 أيام السؤال الثاني le mercredi يوم الأربع Mathilde A Mathilde عندها 5 matière يعني 5 مواد اللي هو الانجليه لغة انجليزية والرياضيات واللغة الفرنسية والفيزياء والرسم وقم ثلاثة le court de dessin يعني حسة الرسم commence بتبدأ الساعة 11 و 50 دقية le mercredi يوم الأربع Mathilde A Mathilde عندها un court d'anglais يعني حسة لغة انجليزية الوصيقة الثانية عبارة عن mail De Nathalie يعني من Nathalie A Marine يعني إلى Marine Object الموضوع اللي هتتكلم عنه Nathalie Activity الوازير يعني الأنشطة وأوقات الفرر Nathalie بتقول Sali تحياتي le samedi et le dimanche يعني يوم السبت والحد سل ويكند إنها عطلة نهاية الأسبوع samedi matin يعني يوم السبت الصبح ma famille يعني أنا وعلتي on va au club إحنا بنروح النادي mon frère et moi يعني أنا وأخويا non fiseur de basquette يعني إحنا بنمارس رياضة الصلة mes parents je au tennis يعني والدية بيلعبوا تنس les voir في المساء يعني يوم السبت مساء toute la famille كل العيلة va au cinéma بيروحوا السينما ou au théâtre أو إلى المسر le dimanche يوم الحد ce special يعني إنه يوم خاص je vais à la compagne أنا بذهب إلى الريف chez mes grands barros عند أكدادي avec mes cousins مع أبناء عمي et on fait deux vélo وإحنا بنمارس رياضة ركوب الدرجات في النهاية كتب اسمها ناتالي نشوف كده الأسئلة le samedi matin ناتالي بترساب عند أكدادي مع أبناء عمي رقم 8 أطلب في النادي ناتالي في ناتالي بتمارس ويارضة السلة شوف على كده سؤال situation الموقف بيكون طالب منك إنك تختار إجابتين صح لازم تحدد مين اللي بيتكلم في الأول ومين اللي بيتكلم في النهاية هنا في الموقف رقم 9 بيقولك طانب تيفرغ يعني أخوك الصغير تديماند بيسألك لاغبر جينيالوجيك شجرة العيلة يعني هي إيه كاسك تدي ماذا أنت تقول انت هتقول إيه طب اللاغبر هنا الشجرة دي مفرد مذكرية أنا أقول عليها إيل يعني هو طب نشوف كده انت هتجاوب وتقول إيه هتقول إيل بريزونت للمنبر دي توت لافامي يبقى الشجرة بتقدم أعضاء كل العيلة كمان ممكن تقول إنهم أعضاء العيلة طب نترجم بالاختراف شو نعرف إحنا ليه اخترنا الاتنين دول بالزاد هنا ساعة نغبر يعني إنها شجرة بزهور أنا بكره الأشجار بيوجد دي برغربر يعني شجرة جميلة دان الجرداء في الحديقة رقم 10 يعني أنت بتوصف طول مدرسك لا التاريخ يعني مدرس التاريخ أنت بتوصف الطول بتاعه فأنت هتقول إيه هنا يعني مدرسك يعني راجل يبقى برافسير نقول عليه إيل يعني هو هنا برافسير بالشكل ده أخر هنقول عليها إيل يعني هي خلاص تمام متتلقبطوش ما بينها فأقول عليه إيل إيه 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 جران يعني هو بيكون طويل نوعا ما إيه سييه يعني نوعا ما أو هقول إيل إيه بيتيا يعني هو بيكون قصية طب نترجم بالاختيارات هنا هي بتكون رفيع هو بيكون لطيف هي بتكون طويلة رقم 11 تعكوبين يعني صديقتك صديقتك عندها شعر لونه أصفل إنت هتقول عنها إيه؟ تبتك بينا أقول عليها إيه يعني هي فأقول إيه لي بلوند يعني هي بتكون شقرة أو أقول إيه لا لي شيفون بلوند يعني هي عندها شعر أشقر نشوفها الاختيارات هي بتكون أمحية اللون هو عنده عيون زرقة هو عنده شعر قصير نشوفها كده السؤال الاختيار الخاص بالجرامات رقم 12 يعني إحنا محتاجين قاموس علشان نترجب نص باللغة الفرنسية كلمة تكست كلمة كلمة مفرد مذكر هتأخذ أن رقم 13 يعني والدية يعني والدية بيذهبوا إلى النادي كل يوم خميس ده تصريف الفعل مع إيل الجمع تصريف فيرب قليب معنا يذهب رقم 14 نقاط ريجرد لاتيلي طب هنا الفعل الريجرد ده مصرف مع إيل أو إل أو أون طب إحنا ما عندناش إيل أو إل لكن عندنا أون في الاختيارات يبقى أون ريجرد لاتيلي يعني إحنا بنشاهد التلفزيون نقاط جوء أو باسكت يبقى كي جوء أو باسكت يعني مين بيلعب السلة هنا كير معناها ماء أو مازك ومعناها ماء أو مازك كيل معناها ماء أو أي رقم 16 إيل فون يعني هما بيذهبوا ألا بلاج يعني إلى الشاطئ كلمة بلاج كلمة مفرد مؤنس ومبدوء بحرف ساكن هتاخد ألا هنا أو دي بتيجي مع المفرد المذكر المبدوء بحرف ساكن هنا أو بالشكل ده بتيجي مع أي جمع مذكر أو مؤنس مبدوء بساكن أو مبدوء بمتحرك ألا بسطرح تيجي مع أي مفرد بس يكون بادئ بحرف متحرك أي مفرد يعني مؤنس أو مذكر رقم 17 هنا الوي ده ضمير توكيد لإيل اللي هي بمعنى هو يبقى الوي إيل ديتست لأبي أس يعني هو بيكره حسة الألعاب هنا ال ده ضمير توكيد لأل هنا ج ده ضمير توكيد بتاعه مو تي ضمير توكيد بتاعه توا طب نشوف سؤال الميل لازم أرده وأقول صالي كم أنت تع نوفيلتروس يعني كيف تكون مقلمتك الجديدة طب هنا نوفيلتروس دي كلمة مؤنسة ممكن أقول عليها L يعني هي أو أقول وأنا برد أو أجاوب أقول ما نوفيلتروس يعني مقلمتي الجديدة خلال ده ك hvis ت siamo أنا هنا هقول يعني هي بتكون كبيرة أو أقول بتيت يعني صغيرة السؤال اللي بعده كيس كيليا دان لاتروز يعني ماذا يوجد في المقلمة؟ إليا ترواز تيلون يعني بيوجد ثلاث أقلام إيدي كريو وألمين ودصاص ثلاث أقلام جاف وألمين ودصاص جوبا كده إسو جي بيكون طالب منك إنك تكتب من 15 ل20 كلمة وعايزك تتكلم عنه بيقولك يعني اتكلم عن أنشتك اليوم الحد عايزك تتكلم عن الأكتيفتي الأنشتة وأفك يعني مع مين هنقول لما تعف الصباح جي في أقلب أنا بذهب إلى النادي بور جوي أفوت علشان ألعب كريد قدم عفيك ميزمي يعني مع أصحابي لابري مدي بعض الظهر جي في شمي جران بارو يعني أنا بذهب عند أكدادي لسوار في المساء جي في أسانيما أنا بذهب إلى السينيما بور ري جاردير عن فيلم علشان أشوف فيلم أفك من فري مع أخوي كده نكون انتهينا من حل المتحان الأول للوقت هنبدأ فيه المتحان رقم 24 نشوف الوصيقه عندنا برضو عبارة عن ميل دي سيسيل يعني من سيسيل أقان إلى أقان اللوك جي الموضوع اللي هتتكلم عنه سيسيل اكتيفتي ان فاكنس يعني الأنشطة في الأجازة سيسيل بتقول سالي تحياتي توا بيا انت بخير مو أنا سا بيا أنا بخير ان فاكنس في الأجازة جي في شي مي جرون بارون أنا بروح عند أكدادي على منتاني في القبل تقول بعد كده لا هناك يعني أنا وأخويا احنا بنمارس رياضة الكوبة الدراجات يعني بيفضلوا لعب كرة القدر توا انت بقى كفتي ان فاكنس ماذا تفعل في الأجازة أو ماذا تفعلي في الأجازة نشوف الأسئلة سيسيل اكري ست ايميل أ يعني سيسيل بتكتب هذا الميل إلى أن والإجابات دي كلها اللي هم تخططة في الوصيق سيسيل بتذهب إلى الجبل مع والده أكم أربعة والانتان سيسيل سنبكونو فرير سير يعني أخو أخت تشوف الوصيق اللي بعدها سالي تحياتي موا سي يالا أنا اني يالا جي 14 ان أنا عندي 14 سنة مون جران فرير يعني أخويا الكبير سابل هشام يعني أخويا الكبير يدعى هشام إلا 10 سيطن هو عنده 17 سنة إلا كومانسا جورني يعني هو بيبدأ يومو أو يتر يعني الساعة 8 الساعة 8 موالكار إلا ربا يعني الساعة 8 اللاربا إلا سيس كور بارجور هو عنده 6 حصص يوميا عمدي زهران هو بيروح مطعم المدرس علشان يضغط إلا ما ليراندي هو بيحب يوم الاثنين إلا مارك دي ويوم الأربع كار إلا تروازور دي ميزيك علشان هو عنده 3 ساعات من الموسيقى لماردي يوم الثلاث سي سوبر إنه هو رائع إلا دي زر يعني هو عنده ساعتين دي دسا من الرسم إلا ما لفرانسي يعني هو بيحب اللغة الفرنسية إلا دي تستلمات هو بيكره الرياضيات إلا ترمين سا جرني يعني هو بينهي يومه أكاترزر الساعة 14 نشوف الأسئلة يبقى يارا بتوضح لنا يعني قدوى المواعيد أخوح وكم ستة يعني هشام بيبدأ يومه الساعة هو بيقول لنا في الوسيقى إنها ساعة 8 إلا 4 يبقى الساعة 7 و 45 دقيقة هنا دي الساعة 11 دي الساعة 9 دي الساعة 10 سؤال لقم سبعة قامي دي زهرا هشام إيه هشام بيكون أو سلف سيرفيس في مطعم المدرسة برضو الإجابات دي كلها نلاقيها متخططة في الوسيقى وكم تمانية هشام نيمبا هشام مش بيحب الليمة الرياضيات كلمة نيمبا مش موجودة في الوسيقى لكن في ما يعادلها لهذا الدتست اللي هو بمعنى يكره نشوف هكذا سؤال استيتيواسيون المواقف رقم 9 بتقول يعني أنت بتسأل صديق عن سن يبريفري عن مكانه المفضل بور ليفركنس للأجازة أنت ترد تقول إيه أنت تسأل وتقول وباسق تتي تفاكنس يعني أين تقضي أنت أجازتك أو هتقول كاليو بريفر يعني أي مكان تفضل بور ليفاكنس للأجازة لبنتاج نبال إختيارات هنا أي مادة أنت بتفضل أي رياضة أنت بتفضل أي لغات أنت بتفضل رقم 10 يعني والدك بيسألك ليه أنت مش بتحب الكمية فأنت هترد وتقول يعني صديقك بيكره الغنى أنت تقول إيه هتقول إيه لا دي تست اللي دي كاسيو ميوزيكال يعني هو بيكره التربية الموسيقية نترجم بقى الاختيارات هنا هو بيعشق الفسحة هو بيحب حسة الموسيقى هنا هو بيفضل الرياضة هو بيعشق صالة الموسيقى هنا مفيش قدامنا غير اختيار واحد هو اللي ممكن ينفع أنه بيفضل الرياضة خلاص تمام لكن بيع الاختيارات كلهم ما ينفعوش يبقى أفضل الاختيارين اللي هو الس و بي شوف رقم 12 يعني أصحاب بيكونوا غو يعني زوائد الشعر الأحمر طيب إحنا هنا أصحاب بيديوا الجامعة المذكرة يبقى عايزة الصفة اللي معاها تكون صفة جامعة مذكرة طيب هنا غو بتنفع مع المفرد المذكرة ومع الجامعة المذكرة خلاص ذكر هنا دي كلمة جامعة مؤنس معناها صبرات هنا غوث دي كلمة مفرد مؤنس معناها ذات الشعر الأحمر هنا غوث جامعة مؤنس ومعناها زوات الشعر الأحمر رقم 13 يعني أي الأنشطة أنت بتعمل أثناء أوقات فرغة هنا كلمة كلمة جامعة مؤنس هتاخد كلب بالشكل ده هنا كل الاختيارات اللي عندي دول كلهم معنى ما أو أي اللي ما يعرفش يسجل معاه إن الأولى دي مع المفرد المذكرة دي مع المفرد المؤنس دي جامعة مؤنس دي بتيجي مع الجامعة المذكرة دي سوي أميليا يعني أنا بكون أميليا ده اسمي يعني صديق جيرو طبعا هنا دي دي الملكية مش بيتغير شكلها رقم 15 يعني أنف جدتي بتكون ضخمة هنا كلمة ني كلمة مفرد مؤنس هتاخد ل مبدو أب حرف ساكن هتاخد ل هنا اللي دي ما بتيجي مع أي جامعة مذكرة مؤنس مبدوء بمتحرك أو بمبدوء بساكن هنا لا بتيجي مع الاسم المفرد المؤنس المبدوء بحرف ساكن هنا اللي أبسترف بتيجي مع أي مفرد يعني مذكرة أو مؤنس لكن لازم يكون مبدوء بحرف متحرك رقم 16 يعني أنتم بتذهبوا إلى السوبر مارك ده تصريف هنا ده مصدر الفعل ده تصريف الفعل مع هنا ده تصريف الفعل معنوم رقم 17 كيف يكون جدك؟ ده السؤال عن اسمات الشخصية أو اسمات الجسدية هنا كلب معنى ما أو أي كب معنى ما أو ماذا كسك معنى ما أو ماذا شو بقى كده الميل؟ سولي أردو أقول سولي أو تيري جاغ دي لفلم يعني فين أنت بتشوف الأفلام؟ أقول أو السينما يعني في السينما كونتو فالا؟ يعني أمتى أنت هتروح هناك؟ هقول لك لسوار في المساء طبعا لما بسأل بكم ما بجاوبش بساعة زمنية لأ أجاوب أقول صباحا مساءا أو يوم من أيام الأسبوع خلاص دك أو مثلا ممكن أقول في الأجازة وهكذا لنشوفها كده السو جي عايزك تكتب من خمستاشر لعشرين كلم ويقول لك بريزونت تاب روفيسير يعني أندم مدرستك عايزك تتكلم عن الفيزيك يعني مظهر الجسدي والليس بور الرياضة اللي هي بتحبه هنقول لك ماب روفيسير يعني مدرستي سابل سارة يعني تدعى سارة إلي جراند أمس يعني هي بتكون طويلة ورفياء سي شيفر سنوار يعني شعرها بيكون أسود سي زي سو مارو يعني عيونها بتكون بني إي لملت تنيس يعني هي بتحب التنس كده نكون انتهينا من امتحان 23 و24 لو حسيتوا أن تتفدتوا من الفيديو ما تنسوش تدوسوا لايك ما تنسوش الاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس عشان توصلكوا جميع الفيديوهات الجديدة لأن مش دايما الفيديوهات بتظهر في بحث اليوتيوب